على باب بيت بالكاد يحمل شيئا من معانيه ينتظر شهاب زيارة أخيه في يوم يصادف الذكرى السادسة لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الذكرى غيرت مجرى حياة الأخوين إلى المجهول فقبل أن يسيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل في العاشر من يونيو عام 2014 كان لهذه العائلة حياة عادية في منطقة البعاد جنوب المدينة لكن بعد هذا التاريخ بدأت العائلة رحلة معاناة دخلت عامها السادس والقصة لا تختلف كثيرا لدى باقي العائلات النازحة نزحنا في 2015 تهريب نطينا المهرب كل نفر ثلاث ورقات عبرنا إلى سوريا للحاجز بين الدواعش وبين الحكومة السورية اليابكة بقى نحن بالحاجز الثمنتيام من الحاجز طبينا على سوريا بقى نشهر بمخيم الهول وودونا على مخيم الأهل بأبو غريب هذه الرسالة بقى هناك شفنا الشغل ماكو والمعيشة بأبو غريب صعبة وبعيدة وروح ماكو جينا على أربيل على المخيم بحركة من غرفة منزلها الخاص تتابع مستشارة قسم الإعلام في المنظمة الدولية للهجرة تطورات قضية النازحين في العراق إذ اعتملت المنظمة أسلوب العمل عن بعد للوقاية من كورونا وتؤشر المنظمة في أحدث إحصائياتها تعذر عودة مليون ونصف مليون نازح إلى مناطق سكناهم حتى الآن عدد النازحين حاليا في العراق ما يقارب مليون ونصف ثلاثمية وأربعة وثلاثين ألف منها أولى النازحين لا يزالون في المخيمات طبعا أغلبيتهم من محافظة نينو وصلاح الدين والأنبار عاد تقريبا أكثر من أربعة مليون ونصف نازح من أصل ستة مليون نازح كانوا قد نزحوا منذ بداية أزمة داعش في سنة 2004 ست سنوات من النزوح عاشها ستة ملايين شخص تطرح تساؤلات في الذكرى السادسة لسقوط مدينة الموصل عن أسباب بقاء النازحين في المخيمات صاحب الفهداوي قناة الغد أربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر